انا حضراتكم من حوالي اربع او خمس شهور اتكلمت عن الاوضاع في لبنان اتحدست عن ان لبنان ستشهد احداث انجسام وقلت ربما في رمضان ربما بعد العيد الصغير وقلت ان هذه الاحداث عبارة عن ضربات اسرائيلية موجهة للبنان وانا اتكلمت على مدار ثمان سنين بالزبط حول الفلسفة السياسية لادارة العالم وتحدست في علوم اخر الزمان وتحدست في علاقة علوم اخر الزمان بالاديان وان كل ديانة لها رؤيتها لاخر الزمان وفي النهاية يتفق او تتفق الديانات السلاس على ان هناك يوم الحساب ويوم القيامة كل واحد بيبزي المجهود من وجهة ناظره وتحدست على ان اليهودية والاسلام والمسيحية اديان الله هذه الاديان جميعه او كل معطنقيها يعني تحديدا معطنق الديانة اليهودية والديانة اليهودية يقولون نحن الاقرب الى الله ومعتنق الديانة المسيحية والمسيحية يقولون نحن الاقرب الى الله والديانة الاسلامية ومعتنق الديانة الاسلامية يقولون نحن الاقرب الى الله الديانات التلاتة لديها منافسة شديدة او صراع هذا الصراع هو في القرب الى الله حب الله زي ما يكون واحد عنده تلات ابناء وكل ابن من ولاده عايز يثبت ان هو اقرب واحد لابوه يعني بطريقة المصطابة كده هي هذه الحدودة خلال هذه الحدودة نشهد احداثا جسام تحدست في الكثير من الامور التي كانت خطأا وبفضل الله قمنا بتصحيحها تصحيحا لمرجعية على قدر الامكان حقيقة وواقع وفي الغالب ارتبطت بحفريات او اثار او اكتشافات علمية بتؤكد صدق التحليل الذي تحدست فيه وصححت حوله الكثير من الاخطاء التاريخية ومن الاخطاء في علوم الانساب الحقيقة يا عزيزي المشاهدين انا تحدست منذ ثمانية سنوات وليس اليوم ان المنطقة من الارض العربية الحدود حدود الارض العربية مع الارض الفارسية ستشهد من هذه النقطة وحتى جبال الارض في لبنان حددت الاماكن ستشهد صراعا متعددا مختلفا وهذا الصراع سينتهي بمجموعة من الحروب وهذه المجموعة من الحروب ستنتهي بحرب عالمية ثالثة هذا ما قمت بتحليله وفقا لرؤيتي والله اعلم طبعا دي عمليات تقديرية فيما يسمى بالتحليل السياسي الذي يعتمد على مرجعيات متعددة منها التاريخية ومنها السقافية ومنها الدينية ومنها السياسية ومنها الاجتماعية والفلكولورية كون لده بتدخله لما بتيجي تعمل عملية التحليل السياسي العميق الأشمل والأوسع لأن التحليل السياسي له مراكز أو أماكن فيه ناس بتحليل السياسي سطحي أي حاجات سطحية يعني وفيه ناس بتحليل سياسي متوسط لا له سطحي قوي ولاه عميق قوي وفيه ناس بتحليل سياسي تحليل السياسي بيبقى عميق مرتبط بمستقبل الفكر لكل اتجاه سياسي عالمي دول بيبقى أدواتهم في التحليل السياسي متعددة ثقافية وتاريخية وفي الكولورية ودينية وسياسية يعني اعتناق السياسي الاعتناق السياسي للدولة أو للاتجاه أو للفكر مهم أنا حددت الصراع الذي ستشهده لبنان قلت في قناة الفراعين كتير جدا وقلت هنا على منبر قناة الحياة وهذا ما تشهده لبنان الآن نشوف مع بعض هذا الجزء من حلقة سابقة لية من على منبر قناة الفراعين واللي بتكلم عن الصراع أو عن حرب أو عن يعني صدام عسكري وحددت وقلت يعني هتشوفوا حضرك احنا وسط حزام نار الاوضاع في سوريا النهاردة بتشتعل اشتعالا غير عادي صح اه الاوضاع في لبنان بعد رمضان او احتمال كبير جدا في رمضان ستشتعل بطريقة انا بقولها اوه لبنان القادم في الاشتعال لبنان في رمضان ممكن ممكن بعد الاي خلي بالك امت بقى بعد انتهاء بن يمين نتنياو من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة وانا قلت اوه وخليكوا فاكرين بس فانت عايش في منطقة اقليمية حزم من النار حزم من النار